مشاهدينا السلام عليكم إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة هناك انخفاض على درجات الحرارة يوم غد الأحل وأيضاً طقس ربيعي معتدل بشكل عام وأيضاً استقرار على الأجواء مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات مشاهدينا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على القراءة الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك ثلاثة ألوان لول أحمر درجات حرارة عالي لول أحمر الغامق درجات حرارة أعلى واللون الأصفر يمثل درجات الحرارة الأبرد وبالتالي ستتأثر المملكة يوم السبت أو تأثرت بكتلة هوائية حارة وأحوال جوية خماسينية لكن إن شاء الله اعتباراً ليلة السبت على الأحد وصباح يوم الأحد يقترب من المملكة ويؤثر على المملكة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى قادمة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة وبالتالي يوم الأحد إن شاء الله يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة وتحسن على مدى الرؤية الأفقية وأيضاً انخفاض على سرعة الرياح وبالتالي تصبح الأجواء تدريجياً معتدلة تقريباً يوم الأحد من حيث درجات الحرارة ومن حيث الرطوبة أيضاً الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء مغبرة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان بحدود 14 درجة مئوية لكن إن شاء الله بعد منتصف الليل تبدأ الكتلة الهوائية الأبرد تأثر على المملكة تدريجياً الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأحد إن شاء الله انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة يعني يوم السبت اليوم كانت درجات الحرارة العظمى بحدود 30 و 31 لكن ستنخفض يوم غدل الأحد إلى 22 درجة مئوية يعني حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل مع ظهور باب السحب المنخفضة يوم الأثنين إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة أجواء ربيعية معتدلة بالنهار وربيعية لطيفة بالليل العظمى يوم الأثنين 27 والصغرى 21 درجة مئوية لكن يوم الثلاثة تسود أحوال جوية خماسينية حيث تأثر المملكة بمنخفض جو خماسيني آخر جديد وبالتالي تسود الأجواء الخماسينية تصبح الأجواء يوم الثلاثة حارة جافة مغبرة وأيضا يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية والعظمى المتوقعة في عمان 32 درجة مئوية والصغرى بحدود 15 لكن إن شاء الله اعتبارا يوم الأربعاء والخميس والجمعة انخفاض تدريجي على درجات الحرارة الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة في المناطق الشمالية إربد أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 24-14 عجلون 23-13 جرش 25-15 المفرق أجواء مغضرة 25 إلى 13 درجة مئوية المنطقة الوسطى أيضا أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل البلقة 24-15 مأدبة 24-14 بحر الميت 32-22 عمان 22-14 الزرقاء أجواء مغضرة 25 إلى 16 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء مغضرة إلى حد ما لكن انخفاض واضح على درجات الحرارة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل الكرك 23-14 الطفيل 22-15 الشراح 21-13 وامعان 24-16 وخليج العقبة 34 إلى 23 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أجواء مغضرة بشكل عام وأيضا أجواء الحرارة العظمى في الأزرق 29 والصغرى 16 أجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة في النهار لطيفة بالليل الصفاوي 28-15 والرويشة 30 إلى 14 درجة مئوية مشاهدينها شكرا لمتابعتكم ولكم تحية طيبة من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة